شكرا جزيلا طبعا لا تزال محافظة صلاح الدين تقع في مناطق ما بين مناطق اشتباك وتواجد لعناصر التنظيم بخلايا كبيرة وأيضا هناك من الشرق المتمثل بكركوك وكذلك الحويجة التي تؤثر على صلاح الدين من منطقة مطيبيجة وأيضا من الغرب هناك جزيرة الأنبار التي تمتد من الأنبار والجنوب من صلاح الدين وصولا إلى صلاح الدين وكذلك من الجنوب الغربي المتمثل بمحافظة الديالة هذه المناطق كلها يسيطر أغلبها عليها داعش ولديه ولايات ولديه عناصر في تلك الأماكن الهجوم اليوم الذي وقع في منطقة الستمية بقضاء بياجي في منطقة في ناحية الحجاج منطقة آل وطعمهم مغايرا تماما كالذي حصل أمس أو أول أمس على مركز المدينة تكريت لأنه يختلف من حيث الممرات التي دخل منها تنظيم داعش وكذلك التواجد في تلك الأماكن ووصول الانتحارين الثمانية إلى تلك الأماكن بدأ يأخذ من هذه المناطق بحسب التأثير وبحسب القرب لولاياته من ذلك المكان أنا باعتقادي يريد من هذا الهدف لأنه يمتلك خطا رابطا من الغرب من العراق وصولا إلى سلسلة جبال الحمرين وهذا تعاد بأكثر من 1200 كيلواتر هذه المنطقة لا تزال خطوط ما يسميه إليه بابتداء من الجنوب من صلاح الدين بالصحراء مرورا بصلاح الدين وصولا إلى كاركوك وصولا إلى سلسلة جبال الحمرين أنا باعتقادي ما يبحث عنه تبريد داعش في هذه المرحلة هو بعثرة الجهد العسكري نعم هل يشير هذا الهجوم أو هذه الهجمات التي وقعت بالأمس واليوم إلى احتفاظ التنظيم بقدرات لا يستهام بها أم أن الهدف منها هو مجرد تخفيف الضغط على جبهة الموصل نعم كل الحالتين موجودتين يعني واحدة عندما أطبقت السيطرة على الساحل الغربي من الموصل بشكل كامل داعش بدأ يبحث عن جبهة أخرى لتخفيف الزخم الحاصل من قبل قطاعات العسكرية المتواجدة في قاطع عمليات نينوات تحديدا في الساحل الغربي من الموصل هذا جانب الجانب الآخر يريد أن يشتت القدرات القتالية العسكرية والأمنية العراقية لأنه يريد أن يفتح جبهة أخرى متبثلة بصلاح الدين صلاح الدين تمتلك عوامل ومؤثرات يستطيع من خلالها إيجاد جبهات واحدة عدد النازحين الذين وصلوا إلى محافظة صلاح الدين أغلبهم مطلوبين إلى القضاء لأنها رفدت من خمسة محافظات وصلوا إليها نازحين ولا يستطيعون أن يجدوا لهم قاعدة بيانات كاملة القضية الأخرى هذه المنطقة تستهدف ما بين الحين والآخر من قبل التنظيم مقبل ذلك بثلاثة أسابيع استهدفت وتم إجهاض هذه العملية بأربعين انتحاري إذبان الزيارة في سامراء أي أنه يبحث على تأجيج النعرات الطائفية وجودها شاشة أمنية في تلك الأماكن عدم وجود غرفة عمليات انشغال القطاعات العسكرية بالقتال في قاطع عمليات نينوة استغلال الجنب السياسي والاضطرابات التي تحصل ما بين في العراق وكاركوك وصلاح الدين في بعض القضايا أنا باعتقاد داعش يقرأ المشهد السياسي والعسكري ولديه بعض الممرات يجب أن يكون هناك غرفة عمليات مشتركة تشكل بشكل عاجل وسريع من أجل إجهاض مثل هذه العمليات لأنها مستمرة وتم إجهاض أكثر من عملية لكن ما وقع في تكريد وفي بياجي أنا باعتقاد لا يمكن التهاون بهذا الأمر أو التعاطي معه بعامل الزمن ما بعد عملية نينوة يجب أن تكون هناك عمليات سريعة وتحديدا هل تقصد بأن هناك ربما أوجه من القصور في عمل أجهزة الاستخبارات العراقية ربما بقدرتها على توقع تلك الهجمات أو معرفة أماكن تمركز مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في هذه الأماكن سيدتي نعم يجب أن يكون هناك تنسيق عال ما بين القيادات الأمنية هناك تشظيف القرار الأمني في تلك المنطقة تحديدا وعدم وجود غرفة عمليات مشتركة أو التنسيق التام ما بين كل القطاعات العسكرية والأمنية والحجد العشائري وأيضا أبناء تلك المناطق في ذلك الموقع أنا باعتقادي يجب أن يصار إلى حلول سريعة وآنية لأن هذه واحدة من أخطر الجبهات التي سوف تؤثر على ديالة وعلى الأنبار وعلى قاطع عمليات نينة وكذلك كاركوك لأنها تقع في منطقة أغلب هذه المناطق التي حولها هي مناطق لولايات لتنظيم داعش لا يزال متمسك بها ويمتلك الكثير من أعداد المقاتلين والانتحارين في تلك الأماكن واحدة منها يجب مسك الخطوط الرابطة وفصل محافظة صلاح الدين ما بين الغرب منها المتمثل بجزيرة الأنبار وكذلك الشرق منها المتمثل بكاركوك وتحديدا ما يعرف بجسر الزرق الذي هو يربط ما بين الدوز والأعظيم وكذلك العلم والدور وأيضا ديالة هذه المنطقة شريان رئيسي وحيوي إلى تنظيم داعش بالمرور إلى هذه المحافظات وتنفيذ هذه الأجمال أشكرك شكرا جزيلا الجانب الآخر هناك إجهام بهذه الحماليات سيد جاسر محنون الخبير الأمني والاستراتيجي كنت معنا